الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية ولكن أعتذر لكم عن رداء صوتي في الحقيقة بدأ معي مرض الانفلوانزة من يومين ولكن أصريت أن أحذر هذه الأمسية الرائعة وأشارككم جميعاً إخواني مع هذه الجامعة الإسلامية التي لها جهود كبيرة جداً في عمل للإسلام والمسلمين كما أشكر جامعة دار الهدى الإسلامية والبروفيسور بها على دعوتهم لي للحضور ومشاركتكم هذه الأمسية نحن في البحرين عدد الجامعات قليل جداً والحضور عادة في المحاضرات قليل جداً ولكن بالرغم من ذلك دعيت قبل سنوات قليلة في عام 2013 من قبل جمعية تعطي جوائز للمتفوقين في المجالات المختلفة فهذه الجمعية اخترتني للحصول على جائزة القيادة في التعليم على مستوى آسيا وهذه الجمعية مشتركة بين مجموعة من الدول ومن هذه الدول الهند وماليزيا وكوريا وبعض الدول فطلب مني أن ألقي محاضرة في أثناء حفل استلامي للجائزة فتقدمت بمحاضرة هل نستطيع أن نبني جامعة من الدرجة الأولى في دولة عربية بحكم أنني من دولة عربية فكان الجواب لا لا نستطيع بالأوضاع الحالية أن نبني جامعة من الدرجة الأولى والسبب إخواني العزاء لو رجعنا للمعايير العالمية التي وضعت في مدينة بولونيا قبل سنوات كثيرة في اجتماع لمجموعة كبيرة من وزراء التعليم العالي في أوروبا كانت مجموعة من المعايير وأهم هذين المعيارين معيار الاستقلالية الأكاديمية والحرية الأكاديمية ومع الأسف هذه النقطتين غير متوفرة في بلادنا العربية فإذا لا يمكن أن نرتقي بالتعليم بدون هذه النقطتين ولو رجعنا قليلا إلى الوراء لرأينا إن أولى الجامعات في الدنيا في مستوى العالم كانت جامعة القرويين وجامعة الزيتونة وجامعة الأزهر فإذا كانت الجامعات الإسلامية العربية الإسلامية كانت من أوائل الجامعات في العالم ولم تنشأ جامعة في أوروبا إلا بعد مئتين عام من إنشاء الجامعات الإسلامية وكانت جامعة بولونيا بإيطاليا بالرغم من ذلك بعد ما كنا متقدمين ونقود العالم في العلم والتكنولوجيا تأخرنا كثيرا ومن أحد هذه الأسباب الرئيسية في تأخرنا أن الاستعمار الأوروبي عندما استعمر بلداننا سنوات طويلة ركز تركيزا مباشرا على هدم التعليم وهو يعلم علم اليقين لا تنمية لأي دولة من غير التعليم فلذا لابد يا أخواني أن نهتم بالتعليم والتعليم وثم التعليم وتكون نهضة الأمة إن شاء الله على أيديكم وأيدي المسلمين الجادين المخلصين للعمل لهذه الدعوة المباركة فلو نظرنا إلى أجدادنا العلماء من ابنسينا وهناك عشرات العلماء الذين كانوا يقودون العالم في فترتهم فلماذا لا نخرج ونكون هذه العلماء من جديد واعتقد حسب ما قرأت في رؤية هذه الجامعة المباركة جامعة دار الهدى الإسلامية أن ينشئوا ويخرجوا علماء لهذه الأمة فنشد يدنا على يد هذه الجامعة المباركة ونتمنى أن تخرج العلماء الكثر الذين يخدمون هذه الدعوة وبلداننا الإسلامية بصورة عامة ولكن للوصول لهذه الأمور لا بد من وضع أهداف واضحة لنا ماذا نريد أن نكون بعد سنوات مثل عشر سنوات أو عشر سنة ومن غير إيجاد خطة استراتيجية واضحة واضحة المعالم لا نستطيع أن نخدو خطوات قوية وجبارة إلى الأمام ومثالا على ذلك كنت حاضرا ورشة عمل قبل ثمانية سنوات في إيطاليا والورشة كانت كيف ممكن أن نطور جامعاتنا وكان كل مجموعة ثماني رأساء جامعات على طاولة واحدة وكان من الطاولة التي كنت عليها معي وزير التعليم العالي في إسبانيا فسألته لماذا لا توجد عندكم جامعة في إسبانيا مع أن إسبانيا دولة كبيرة ومهتمة بالعلم لماذا لا توجد عندكم جامعة من أفضل مئة جامعة على مستوى العالم فقال لي إن خطتنا خلال خمس سنوات القادمة أن نجعل جامعاتنا تركز على تخصصات محددة ونطورها كعلم ومباني وإمكانيات حتى تدخل من ضم تصنيف الدولي العالمي لأفضل مئة جامعة في العالم ولو نظرنا إلى تصنيف الجامعات سواء كان تصنيف شانغاي أو تيو إيس أو تايمز التصنيف الثلاثة المشهورة على مستوى العالم مع الأسف لا نرى في أفضل مئة جامعة جامعة إسلامية والآن هناك جامعات كثيرة في ماليزيا وتركيا وبعض الجامعات الهندية تريد أن تدخل في هذا التصنيف والدخول في هذا التصنيف ليس هو نهاية المطاف ولكن دخول في هذا التصنيف يعين الجامعة على مراقبة نفسها بنفسها حتى تصل ومن أفضل الأشياء التي فعلا تستطيع الجامعات أن تعملها وتعملها كثير من الجامعات الحديثة وهي أن تكون جامعة بحثية سنوات طويلة كثير من الجامعات تعطي تلقينا للطلبة فالطلبة يلقنون ويحفظون ولكن لا تعلم التفكير ونحن نريد الآن جامعاتنا تعلم التفكير وكيف يفكر الطالب وكيف أن يبحث وكيف أن يطور الأمور المجتمعية ولا بد للجامعة أن تكون لها خدمة مباشرة للمجتمع وتأثير كبير على المجتمع ومن غير هذا التأثير الجامعة تكون منعزلة عن المجتمع ولا تستطيع أن تقدم الخدمة المطلوبة والنقطة الأخرى قبل أختم كلامي وهو قضية ريادة الأعمال الآن أصبحت كثير من الجامعات الحديثة تهتم بمراكز لريادة الأعمال أي أن الطلبة من البداية في المرحلة البكالوريوس والدراسات العليا يبدأ يفكر في مشروعه الخاص وهذا المشروع يجعل الطالب يتفاعل مع الجامعة ومع مجتمعه الذي حواله ويجعل هذا الطالب أن يدعم جامعته في المستقبل عندما يتخرج وتكون عنده شركته الخاصة ومشروعه الخاص وخير الدليل على ذلك لو نظرنا إلى جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية لو وجدناها أكبر جامعة لها أوقاف مع جامعة هارفولد في العالم والطلاب جامعة ستانفورد وهارفولد يضيف مليارات الدولارات سنويا لهذه الجامعة وللبلد ونأمل من هذه الجامعة المباركة جامعة دار الهدى الإسلامية أن تكون رائدة في قضية ريالة العمان وخدمة المجتمع ونبارك لكم ختاما على جهودكم الكبيرة في دعم المجتمع حوالينكم وفي تعليم الطلبة وفي تخريج العلماء الأفاضل الذين يضيفون بجهودهم الكبيرة لهذا المجتمع الخير وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته